انتهت الجلسة الأولى في المؤتمر الروسي الأفريقي بكلمة افتتاحية للرئيس فلاديمير بوتين أوضح فيها الخطوط العريضة لهذا المؤتمر والتمنيات التي يتمنها من مخرجات هذا المؤتمر وأوضح سياسة روسيا خلال المرحلة الحالية والمرحلة القادمة في فتح علاقات وطيدة مع القارة الأفريقية وتدعيم هذه العلاقات بشكل يفضي إلى مصالح خيق مصالح الطرفين تحدث رئيس بوتين عن النفاق الغربي في قضية الغزاء وتستفاد في شرح قضية الحبوب وانسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب وأوضح أن روسيا بتنتج حبوبا ربما تصل إلى أكثر من 160 مليون طن وأوكرانيا لا تنتج إلا أكثر من أقل من 50 مليون طن ورغم ذلك أوروبا والغرب بيحاول أنه يدافع عن حق الإنسانية في تلقي الغزاء ومن واجب الجميع أن يسمع للحبوب أن تخرج من أماكن زراعتها وإنتجها إلى أماكن استهلاكها ويعلن بوتين أن الغرب سمح فقط للحبوب الأوكرانية بالخروج إلى أسواق ولم ينل الدول الفقيرة إلا الفتات وذكر بعض الدول الأفريقية التي لم يصلها إلا فتات من القمح وأعلن في نهاية حديثي عن هذا المحور بأن روسيا سوف تقدم الأقماح والحبوب مجانا إلى ستة دول أفريقية وأوضح أن هناك خطة لإعادة تنظيم عملية النقل المتعدد للوسائط داخل القارة الأفريقية وتحدث باستفادة عن إمكانية روسيا في هذا الإطار خاصة في صناعات السيخة الحديدية وإنشاء البنية التحتية الخاصة بوسائل النقل الذي يمكن أن تربط القارة الأفريقية وتسمح للتجارة بين الدول الأفريقية وروسيا بالارتفاع حيث ذكر أن 18 مليار دولار فقط كانت هي حصيلة الإعلاقات التجارية والتبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية آملا أن تتضاعف هذه الأرقام خلال السنوات القليلة الماضية تحدث الرئيس بوتين أيضا عن التنمية المستدامة ويركز تحديدا على التعليم والتعليم التكنولوجي وعلى تغيير البنية الرقمية وعلى الاقتصاد الرقمي التحدث باستفادة شديدة عن إمكانية روسيا الاقتصادية والصناعية والزراعية وأوضح أن روسيا لديها استعداد لنقل تجربتها الزراعية الكبيرة والنجاحة إلى الدول الأفريقية ويأفصح أنه خلال لقاءاته السنائية مع الأصدقاء الأفريقى ليلة أمس أوضحوا أنهم جميعا يستطيعون وقادرون وتمنون أن تتحول روسيا أن تتحول القرى الأفريقية إلى اكتفاء ذاتي من الحبو ومن الغزاء شريطة أن يكون لك مساعدات فنية وتكنولوجية وأوضح أن روسيا مستعدة لتقديم هذه المساعدات بدون قيد أو شر